ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة رابع يوم رمضان لأ ثلاث يوم رمضان بس هو الفيديو هينزلكوا آآ رابع يوم رمضان صح كده ولا انا بقول خلط آآ نهاردة ثلاث يوم رمضان وبكرة رابع يوم اليوم اللي هينزلكوا في الفيديو النهاردة بقى نزلت بدري جدا الساعة تمانية صحيت بدري وقلت هنزل قبل ما الدنيا تبقى حر جبت شوية خضار وشوية حاجات عشان نعمل مع بعض الاكلة المفضلة الكرشي اللي هي المحشي النهاردة هنعمل بازن الله محشي آآ سألت عليه النهاردة تاكل ايه فطبعا قال لي اي حاجة فانا عارفة اكتر اكلة بيحبها اللي هي المحشي فروحت جبت كده محشي بقى وكرومب وورق عنب وايه وورق العنب بالمناسبة بتمانين جنيه طبعا انا جبت ربع كيلو يعني مش هقدر اجيب اكتر من كده بصراحة يعني هو على قدنا انا النهاردة عاملة الاكلة كفينا يومين وهبعت كمان منه آآ لماما وهبعت لاحلام هوزع يعني المهم زي ما انتو شايفين كده المهم اه قبل ما نقول حاجة خالص في الموضوع هنعمل ايه هنزل نشترك في القناة ومش مشتركين ونفعل الجرس عشان يوصل لنا كل فيديو جديد وكمان يسابلوكوا لينك لقناة احلام في اول كومنت عشان تخشوا تشوفوا الفيديوهات اللي بتعملها لكم في رمضان جمدة جدا وهتعجبكم المهم سبكت السلسة قطعت بصلتين جدا جبار في حتة سمنة بلدي وحطيت الطماطم وسبتهم يتسبكوا وهبدأ بقى قطع الخضرة مخصولة ومتنظفة هقطع كده الخضرة زي ما انتو شايفين آآ انا غسل الخضرة كويس وحطها آآ عاملها في خل وكده آآ جبتو كرومبايا بشرين جنيه انا مش عارفة مش عارفة في ايه بصراحة يعني الحاجة غال يا ربنا يعني الناس كلها الخضار غالي والانا جبت شوية بتنجان على شوية كوسة متقورين بصراحة جهزين بتسعة وعشرين جنيه نص كيلو كوسة ونص كيلو كوسة ونص كيلو بتنجان يعني تلاتين جنيه كتير قوي مش عارفة في ايه بصراحة جبت شوية خضار اللي لا يذكروا يعني بصوا الكرومبايا مش كبيرة قوي وسط وبعشرين جنيه كبيرة اغلى طبعا آآ فربنا يعني الناس كلها يا رب انا معرفش حد كان كاتب لي قبل كده الاسعار عندك غالية بس هي دي الاسعار بتوع الخضار اللي حوالي يعني مش بجيب الخضار من آآ من ماركت كبير يعني لأ انا بجيب من بتاع الخضار عادي زي اي ست بصور كرومبايا فاضية من جهة ما شاء الله يعني المهم قلت بقى هعمل محشي طبعا دي هتبقى الاولى والاخيرة في رمضان في رمضان لان خلاص هي مرة ومش هعمل تاني آآ هنا بقى آآ كنت في الحلة دي كنت باغلي المية وحطيت فيها الكرومب شوية ملحة صغيرين وحبيت كمون عشان بس الريحة وكمان آآ الحلة التانية دي اللي على يمين دي حط فيها مية واحط دلوقتي فيها حاجات عشان ايه اعمل فيها الورق العنب كان فيه طونت قبل قالتلي آآ حطي في آآ انا بقى حطي لامون فهي قالتلي حطي شوية زيت صغيرين هيطلعوا الورق معاكي دايب كده ومستوي وجميل فجربتها بصراحة حلوة يعني مش اول مرة جربها دلوقتي دي طونت قلتلي عليها قبل كده فقلت اجربها انا كنت لسه فكريها يعني فعجبتني فقلت اعملها على طول قلت يعني ممكن يكون حد بيعملها فقلت افيت كوي يعني دي شكل التسبيكة طلعت واو تحفة بس كده بقى هسلق الكرومب زي ما انتم شايفين وطلعوا وسويه حطت ورق العنب غسلته كويس قوي 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 بس يسيبته مربوط زي ما هو اه عشان ما يعني لما جي افكوهم اعملهم الفوهم يبقوا مظبوطين ما يبقوش كلهم مفقوكين كده في المياه بس طبعا غسلتهم كويس جدا 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 وحطت لمون وشوية زيت زي ما انتم شفتو والكرومب سايبا بقى يتسلق كده شوية وبعد كده بقى ايه هبدأ اسلق كل الكمية اللي عندي وزي ما انتم عارفين انا بحب بعمل كزا حاجة في نفس الوقت يعني خلصت التسبيكة اللي هي اهم حاجة وبدأت اسلق كده الكرومب طبعا انا الكرومب ده كنت بعمل كده من مبارح سويته من مبارح ولفيته وصحيت الصبح بس احشيت الكوسة اه والبتنجل لاني ما كنتش جايباهم يعني ما كانوش معايا في ضمن الخضار كنت عايز اقول لكم اه طماطم فيه طماطم بعشرة وفي طماطم باتناشر يعني متخيلين الغلع ربنا بجد يهون علينا كلنا يا رب ويرزق الناس كلها ان هي تقدر تجيب اللي هي عايزة وبجد احنا في ايام صعبة يعني انا مش عارفة بجد اقول لكم ايه بس الحاجة غالية يعني بتنجان اه باتناشر جنيه والا اه والابيض بتلتاشر الاسود بتناشر والابيض بتلتاشر فالواحد مسلا هجيب كيلو كيلو ستة وعشرين جنيه كتير قوي طبعا ده غير الخلطة ده غير الخضرة ده غير البصل فالموضوع كبير يعني واحد عشان يعمل حبة محشي متين جنيه ده قل حاجة يعني فربنا يهون علينا كلنا يا رب كده ويصل لنا الحال وبقى في مقدرتنا كلنا بازن الله رزقنا جميعا نجيب كل اللي احنا نفسنا فيه اه انا هنا بقى بخسط شوية الموعين اللي وسختهم عندما خلصت العشان اسيب المطبخ نضيف يعني انا الكلام ده كنت بعمل لكم بصور لكم فيه بالليل فقلت بقى كده اخسط شوية الموعين عشان الدنيا تبقى عندي نضيفة كده واصحة الصبح بازن الله اعمل على طول كده من غير ما حاجة توقفني يعني ده بعد السحورة على طول اتسحرنا وقمت بقى اخسر شوية الموعين عشان انا نام سيب الدنيا رايقة لان بكرة يعني انا ما عنديش حاجة بكرة عملها ما كنتش هخسلهم بصراحة لان الواحد بيبقى تعبان طول النهار والوقفة في المطبخ طبعا في رمضان صعبة فالواحد بيبقى واقف على عينه يعني فقلت اخسر كده حبيت الموعين مش عايزة اسيب حاجة ورايا ونضف الدنيا واصحة الصبح على الواقع وفعلا يعني اما قمت الصبح كملت الاكل كنت حاسة ان انا واقفة والدنيا رايقة والمطبخ نضيف ورايق فبقيتها بعمل وانا مش هالهم ان انا قف اعمل حاجة تانية وطبعا لما بتعملي وتخسلي الحاجة على طول في ايدك يعني ما بتحسيش ان انك تعبتي اه وتحس ان الدنيا نظيفة كمان كنت هقول لكم ايه اه كنت هقول لكم على حاجة حلوة بقى حاجة مهمة بالنسبة لي ما عارفش مهمة بالنسبة لك ولا لأ طبعا انا بدعك الحلة عشان تنضف وتلمع وتبقى كده مشركة وجميلة كنت عايزة اقول لكم ان انا اه صابون فيبا جبته تاني طبعا اه جميل انا كنت بجيب اه اللي في الجيركن الكبير ده اسمه اي فيبا لأ انا جايبها فري اللي هو بالتفاح اللي انا بحبه بس ده باللمون عشان ملقيتش بالتفاح مش عارف انا ما تهمت لقبطة واعمالة اقول لكم كلمة من الشرق وكلمة من الغربة بس انتو حبايب قلبي وهتستحملوني طبعا يا جماعة المحشي بياخد حلال كتير انا عملت محشي اه ما عملتش فلفل لا نسيت نسيت اجيب فلفل عملت كوسة وبتنجان وورق عنب وكرمب لفت ورق العنب والكرمب من بالليل وصحيت الصبح زي ما قلت لكم جبت الكوسة والبتنجان اه وعملته فكان الموضوع بالنسبة لي سهل يعني دوبك سلقت الفرخة وعملت شوية العصير وهتشوفه برضو وبكده خلصنا موعيننا الامورة الله عليك يا لبنان يا جماعة انا حس ان انا بجد نسيت بيت عظيمة مش انا نسيت بيت عظيمة قولوا الحق تخيلوا يا جماعة حياتي بيت عاملة زي انا كنت زمان ما بعملش اي حاجة والظهر ان انا مش مكتوب لي يعني كنت عندي ماما بصراحة يعني بعمل اه وكل حاجة بس مش الحملة ما كانش علي يعني ماما بتعمل انا بعمل اللي صح يعمل كده يعني سانا حسة دلوقتي ان انا بجري على اربع عيال وابوهم حسة ان انا بجد تعبت فلنبكي جميعا على حلانة البائس بس يلا مش مشكلة الاول كان لما يبقى عندي مشوار واللي عندي حاجة وافضل نايمة وامل بزي الستة هانم هانم كده في نفسي دلوقتي قبل منزل اي مشوار لازم اخلص الموعين واخلص الغسيل وانشر ودايرة في دايرة مش عارفة اخرة فيه اقولها من اللي ان هي دايرة بس كده غسلت الموعين بتاعتي ونضف بقى الحد عشان تبقى عندي الدنيا كده ايه نضيفة وحلوة وبالليفة اللي انا عملها للحد كده بدأت ادعك الحد وزبط وحط صابون كده وزبط الدنيا شو الدنيا تبقى قدام نضيفة ولما الموعين تتصفى رجحها بقى مكانها تاني وبس الواحد بيبقى رائق اول ما يحس ان الحد فضي خلاص هو كده رائق وبس يا جماعة بنضف الحد كده مع بعض بنشيل كل الصابون عشان لما حط حاجة يحض يبقى نضيف وجميل ورايق دلوقتي بقى هنعمل ايه مع بعض هنخسل الفرخة الشائية دي فرخة يا جماعة صغيرة اللي هي سوى النانين بتوع الحشو دول كيلو اللي روب كيلو هي كانت كيلو كانت كيلو ورب او كيلو ومتين جرام طبعا على الما تنظفت وبتاع بقت وصلت كيلو مسلا او كيلو الا بس طبعا انا عاملة الاكل داي كفيني يومين يعني انا هاخد دلوقتي الفرخة دي هنأكل طبعا نصة مش هنأكلها كلها اكيد آآ دا لو قدرنا نأكلها عشان احنا على الفطر مش بنقدر نأكل قوي وهاخد حبة محشي وخلي بكرة حبة محشي وهبعد بقى الباقي لماما وبس يعني عشان بس ما حتش يقولي كل دا اكله كمية كبيرة قوي فلا دا اكل يومين وهبعد لماما كمان تعمل بقى هي جنبهم حبت شوية لحمة بقى محمرين آآ تحط فراخ تعمل بقى اللي هي عايزة جنبهم وخلاص ولو ان اخوتي ما بحبوش المحشي قوي بس انا حسيت ان انا دي اصغر كورومباية لقيتها وما فيش اصغر من ربع كيلو ورق العنب فاقلت بقى لقى خلاص مضفت الفرخة كويس من كل اي حاجة فيها انا مش عايزاها وحطت عليها آآ شوية خل حبة ملح لمونة فيه عايز ان تحطوا دقيق حطوا وهنقحها شوية واسبها آآ بعد ما غسلتها كويس سهيوش هتفتح حطتها على جنب وبقت كده ايه اعمل الملوخية كيلو الملوخية بقشرين جنيه انا طبعا جبت ربع كيلو بخمسة جنيه طلع معي والله شوية حلوين برضو هنأكل منهم بكر آآ كمان مش عارفة الواحد بيجي على الفطار ونفسه بتبقى مسدود يعني انا بعمل عمالة اقول ياه ياه الفطار عاييجي بقى واكل الملوخية بقى واكل الفرخ واكل المحشي ده انا هاخرب الدنيا ولا عينب بس طبعا ده ما حصلش يعني بس مش مشكلة قولولي بقى كده في الكومنتات هتفتروا ايه النهاردة واكترحوا علي فطار اعملوا ان شاء الله بعد بكرة بكرة عندي اكل بقى مين قدي هعمل البكرة حاجة حلوة ان شاء الله وانزلها لكم بازن الله بعد بكرة تنزلكوا بعد بكرة عشان بكرة الفيديو ده فاهمين لا مش فاهمين اوكي بقت كده آآ اقطف الملوخية هي اسمها اقطف الملوخية والا ارتف الملوخية انا حصها اقارطف يعني مش حصها اقطف انا حصها كده انتوا حسنها كده اكتبوا لي برضو في الكومنتات قولي لي اسمع الحقيقي ايه بس كده اخسل الملوخية بتاعتي كويس جدا في ناس بتخسل الاول الملوخية وبعد كده تقطفها او تقطفها بس انا بشوف ان الحل ده مش سليم ده مش التفكير الصحيح التفكير الصحيح ان احنا نقطعها وبعد كده نخسلها ونسيبها تانشاف صح باين اوكي طبعا هنا عندي الشربة حطيت فيها بصولوية وطمط ماية وخلطة الشربة خلطة الشربة دي حد كان سألني عليها يا جماعة خلطة الشربة دي بتروحوا للعطار وتقولوا عايزين خلطة للشربة اللي هي فيها ورق لورة وحبهان هي بقى مكوناتها ايه ورق لورة وحبهان كباب بصيني زر ورد آآ في بتاع طويل كده انا مش عارفة ده ايه بصراحة مش عارفة ده شابة تباين ولا ايه ما عرفش في وفيها حاجات كتيرة وفيها ورنفل ومستكة يعني شوفوا انتو بقى عايزين ايه ويعملوه اللي انتو عايزين تعملوه وعملوه بصوا هنا بقى السلام على لفة ورق عينبك يا لوبنا وده القروم انا حطت الورق ده عشان في الاخر خالص بعد ما يتشرب او آآ بعد ما حط الميا قصدي اروح ما غطيه وشه بيه مكان الطبق عشان يبقى كده بستوي وحل هنا بقى كان عندي شوات بطيخ من اول يوم رمضان طبعا انا ست بت شطرة مش هرميهم يعني فقلت والله اللي عملهم عصير وده مستويين مش بايزين طبعا احنا عارفين الموضوع ده زودت لهم حبة مية ودركتهم كده زي ما انتو شايفين في الخلاط واحطهم في ازايزة بقى عصير ولا ما بقاش عصير بقى عصير طبعا ده لي يعني يعني ما بيحبش عصير البطيخ انا هشربه لكن حد الله ان انا رميه طبعا يا عم البطيخ ده كلام مش كلام يبطلهم كده ازايزة وروحت امفضيهم فيها والحبة اللي هتبقوا دول هحطهم في كوباية في التلاجة اشربهم على الفطر صحة كده صحة حاجة دلوقتي عندي هعمل تمر لعلي مشي للنهاردة وبكرة عشان ما عملش بكرة صح برضو صح النهاردة حاسة ان انا متل اخبطة وعايزكم تقولولي صح على اي حاجة هعمل طمر ده طمر اللي هو الطمر اللي بتدوب ده وده بس مش صح يا جماعة محدش يجيبه عشان هو كله الوان صناعية بس انا مش عارفة اجيبته ليه نبديكم نصيحة وانتوا تعملوا بيها انا مش هعمل بيها حطيت الطمر شوية سكر صغيرين وكس فانيليا عايز انت حطوا حبة مية واردوا حطوا واحط بقى المية وارجهم في ناس بتضربوا في الخلاط بس انا مش هضربوا في الخلاط ما يكونش علي اضربوا بصراحة لأ انتوا تقفلوا الفيديو بقى وتروحوا وتسيبوني انا اهيس مع نفسي بس كده احطهم بقى في التلاجة دول بقى الكوسة والبتنجان هقطع كده طمط مية في الحلة طبعا انا سويت المحشي المرة دي في الحلة للألمونيا لاني تعبت تعبت من الحلة للجرانينت والتيتانيوم السراميكة فهعمل في الحلة للألمونيا مع اني كنت ناوية بعد التقم ده الماما مش عايزاها بس انا مش هعمل كده انا هخلصها وفيه المحشي والحاجات اللي هي محتاجة حلل ألمونيا الصراحة بقيت احشي كده المحشي عشان ايه في ناس بتوقف المحشي في الحلة بس انا ما بحبش هوقفها عشان رجلو متوجعوش لا انا بقولك وقفلوا الفيديو من بدري انتوا مش عايزين تسمعوا كلامي لا بهزر معكم يا جماعة المهم بحشي المحشي كده وبنايمه كده جنبه بعضه آآ المحشي ده ما كانش حلوة قوي عشان مش متقور كويس وانا ملاحزتش غير بعد ما حشيت فقلت والله ما انا حشي اما والله لحشي كده مش هقور تاني بصراحة بصوا قطعت الحتة دي عشان الرز وقف مش راضي يدخل الرز من جوة كان كويس وكل حاجة بس كان مفلفل وكل حاجة بس كان عايز يتقور بصراحة شوية فمش مشكلة معلش عادي هيتاكل برضو ايه كمان كنت هقولهو لكم آآ آآ بصوا بقى الكوسة المتقورة كيلو بتلاتة عشر والبتنجان المتقور معرفش بكام مش فاكرة بس هما دول بتلاتين جنيه تسعة وشرين جنيه بالزبط انتوا بقى شوفوا النظام يعني انا بعمل دول اللي هما خمس بتنجانات اسود وتقريبا خمسة ابيض وعشر كوسات مثلا بتلاتين جنيه جاء لغلاء الاسعار المهم هحشي كل الكمية بتاعتي وخلاص عملت العصير وكل حاجة جاهزة هنتوشي الملوخية سوا وخلاص على كده اه ونحمل الفرخة المسكينة البائسة واكتر حاجة مريحانية طبعا زي ما قلت لكم اني مش هعمل اكل بكرة وده شيء جميل رائع هادئ لزيز ويب كده يا جماعة اني خرط بقى ملوخيتنا ايه الجميلة انا النهاردة اكتشفت اني ممكن اخرط الملوخية على البلانشة عادي وطلعت فكرة حلوة جميلة يعني انا كنت بحط كيس كده فرد وخرط على رخامة او صنية صغيرة بس لقيت البلانشة حلوة قوي فاعمل كده على طول هي اي نعمة هتتجرح بس ما تتجرح احسن ما ايدي انا هتتجرح يعني انتو ازهقتوا انا حساكوا لو ازهقتوا اكتبوا لي في الكومنت بس انا مزهقتش كل لو انتو بتتفرجوا كده عملوا لايك متنسوش يلا عشان احبوكم انا كده كده بحبوكم بس احبوكم زيادة واكتبوا لي بقى كومنتات كتير ودعووا لي دعوات حلوة وهيسوني كده دلوقتي بقى نعمل ايه القرومبي بيستوي هبصوا ازاي الفل ولا اروع ورق العنب استوى وبقى جميل وزي الفل وحطت له لامونة على الوش وحطة من تحت بصل وتماطم وهنا الكوسة والباذنجان هنا الفرخة الشقيانة وهنا الملوخية لونها تحفة وتعمها طلع اتحفة. يلا بقى دلوقتي نعمل طوشة الملوخية. وآآ بصوا بقى شكل الكرومبي بعد ما استوى. والكوسة والبتنجان والفرخة وورق العنب. يا مش قادر اقول لك الله. طحفة. بشاء له. بشاء له. بصوا روعة. تمنا للفيديو يكونوا عجبكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. باي باي. لا يا جماعة مش باي باي ده شكل الاكل النهائي. ولا عروع من هيك. ودلوقتي قادر اقول لكم. باي باي بقلب جامد. اكتبولي رأيكم في شكل الاكل. باي باي.